لا يوجد هذا الموضوع لا يوجد هذا الموضوع لا يوجد هذا الموضوع سمعتوا كلكم سمعتوا الطفل الموصبة التي عاودت وقعاتي لأن السيد أو الطفل التي عاودت تتحرق بسبب الشاحن وتتعاود تترجع لنا نائما نفس القضية الشاحنة الشاجر تتعاود تترجع للواجهة وباقي حصد الأرواح وكلنا سمعنا أن مجموعة من المؤسسات تتحركت في إطار مصادرات هذه الشاحنة التي لم يكن لديهم العالمة سيميم حسنا؟ لدي أحد السؤال أنا أحد المواطن لدي شارجر لدي الدليل صورتها في انستغرام لدي شارجر أخذته من المغرب في سيميم وتتحرك هذا الشارجر يعني نحن يأتي أخير المواطن أو أخير المستهلك لا تشري الشارجر إلا على ما تسميم فهو يكون مطابق للمعايير التي نعمل في المغرب وبالتالي المستهلك الذي يشري شارجر يعني تمت مراقبة من طرف المصالح الذي يمسؤول على مراقبة هذا الشواحن أو القنابل التي تدخلها في دارنا وفي الأخير تفرق هذا الشارجر إذا المواطن المغربي سيشري شارجر ستتفرق هذا الشيء يعني أن هذه المؤسسات لا تدخلها يعني أنتم لا تدخلين ما تكون لديكم يعني لا تكون مراقبة تريد أن تفهم ما تكون لديك سميم وسميم كانت لا تدخلها محفورة الشارجر لا تدخلها حتى متى هدل عبت هذا هو السؤال حتى متى هدل عبت أشارجر كتب أمي مع ، تتفرق وكتشوعة لا تدخل للعقلة يعني هناك هناك خطأ خطأ لا تكون مراقبة يعني على هذا الحساب لم يكن مراقبة حيث تكون مراقبة هذا الشارجور لا تتفرجع لا تشعل فيه لا تشاهد انه قوانين و انه ظروف تلفازات و انه قدرنا و المواطن خاصوا يدير خاصوا يطبيق فعلي ما شي قديت انه هو مدخل كونتونير ذات الشارجورات سمم وهو تفرجع و اشعلت فيه ما كون المسؤول في هذا القديم و اعتقل انه جميع الاطراف مسؤولة من هذا اللي يدخل و من هذا اللي يحطى و تضيع الترخيص لأسي فنرى هاد الشارجورات من انه يدير منصيبة في المغرب و حق الرب المعبود و انه يدير كاريتة في المغرب كاريتة ابرياء سؤالي صغير ام تحرق مات بسباب شارجور سعرى لا اشياء انه لا معقول انه لا معقول